السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في الدروس السابقة تحدثنا عن هذا الموضوع بأن لدينا نوعيا من الـ Relationship بين الـ Classes نوعيا من العلاقات بين الـ Classes في البرمجة الشيئية النوع الأول هي الوراثة والنوع الثاني هي Composition في الدرس السابق تعرفت على الوراثة وفي هذا الدرس رح نتحدث عن الـ Composition أعمل Click Right على OOP Example مشروعنا Add Class أسمي هذا الـ Class Printer سوالي Class Printer أعمل مثل جديد في هذا الـ Class وأسميه Print Public Void Print يأخذ Message كبرامتر ويطبع هذا المسج في الـ Console أقدر أعطي بعض الألوان Console.ForegroundColor يسوي Console.ColorGreen وبالنهاية Console.ResetColor جميل مثل بسيط جداً يطبع المسج في الـ Console مع لون الأخضر أعمل Class ثاني Add New Class وأسميه Send Email Send Email أعمل مثل جديد في هذا الـ Class أسميه Send على سبيل المثال على سبيل المثال هذا المثود وظيفته أن يرسل بريد إلكتروني إلى المستخدم رح أكتب Comment هنا وأكتب Sending Email Code بعد ما أرسلنا email إلى المستخدم نريد نطبع Message في الـ Console مع لون الأخضر يعني في داخل هذا المثود بعد ما أرسلنا الـ Email إلى المستخدم فإحنا عدنا الـ Print Method من Printer Class فنقدر نستخدم هذا المثود وين؟ في Send في هذا المثود من هذا الـ Class فإحنا حتى نحصل على الـ Print Method من الـ Printer Class لازم الـ Send Email والبرينتر يكون عدهم علاقة حتى الـ Send Email يقدر يحصل على الـ Print العلاقة الأولى اللي تحدثنا عنها في الدرس السابق هي الوراثة شنو يعني؟ هنا أخلي الـ Send Email يرف من الـ Printer Class فحالياً أنا أقدر أحصل على الـ Print Method وأقدر أكتب هنا شنو؟ Print ويريد مني المسج طبعاً ولكن موضوعنا هذا الدرس هو الـ Composition فما رح نستخدم علاقة الوراثة فأمسح هذا كيف نستخدم طريقة الـ Composition في داخل Class Send Email أعمل Private Field وخليه Read Only من نوع Printer وأسميه Underline Printer سويت Field من نوع Printer الـ Printer منه هذا الـ Class اللي عنده Print Method هاي أول خطوة حتى نعمل Relationship بين الـ Printer والSend Email Class بطريقة Composition بعدين أعمل الـ Constructor أكتب C-Tour Tab وفي داخل الـ Constructor أخذ من المستخدم Object من نوع Printer فأكتب Printer وأسميه Printer وهذا الشكل وأكتب في داخل الـ Constructor Underline Printer يساوي Printer هذا هو Composition فحاليا عندنا الـ Printer نقدر نستخدم هذا Object في هذا المثل Active Printer dot print وأعطي Message Email Sended Successfully على سبيل المثال أي Message تكتب هنا بهذه الطريقة نستخدم لهذا الـ Class Send Email إذا عمل Object من Send Email لازم يعطينا Object من نوع Printer وهذا Object رح يعمل Initialize لمن لـ Underline Printer فأجي إلى Program CS هنا أعمل Object جديد من Send Email Var Send Email يساوي New Send Email لاحظ الـ Constructor يريد مني Object من نوع Printer لأن حددت فيه Send Email أي مستخدم عمل Object جديد من Send Email لازم يعطينا Printer Object فهنا يريد مني Printer Object فلازم أعمل Object من نوع Printer فأكتب Var Printer يساوي New Printer بهذا الشكل وأعطي Printer ولكن بدلا من هذا أقدر أخلي هذا رأسا في Send Email عادي جدا مفرق فأعمل Copy من هذا Ctrl-C وأخلي هنا Ctrl-V لأن هذا New Printer رح يعمل لي Object جديد من Printer ويعطيه للSend Email فما أحتاج هذا الخط من الكود بعد وإثياناته من نفس الشي تقدر تستخدم هذه الطريقة أو هذه الطريقة مفرق أنا رح أستخدم هذه الطريقة لأن أكتب خط واحد من الكود جميل فمن نعطيه New Printer كArgument للSend Email , الSend Email هنا رح يأخذ الأبجكت الجديد ورح يعمل Initialize ل Underline Printer ورح نقدر نحصل على الPrint Method فأكتب SendEmail .Send أعمل Run للبروغرام لاحظ انطاني المسيج Email Sended successfully جميل فهي هي علاقة الComposition بين اثنين Class الClass الSend Email احتاج إلى الPrintr فعملنا Field من نوع Printer وأخذنا الPrintr Object من الConstructor وإعطيناه لUnderline Printer بهذه الطريقة نعمل Composition Relationship بين اثنين Class وهذه العلاقة الComposition تعتبر Has A Relationship يعني شنو هذا الكلام هنا أكتب فوق Class SendEmail Has Dash A Relationship يعني شنو في هذا المثال يعني SendEmail Has A Printer SendEmail Has A Printer فعلاقة الComposition بين Two Class يعني Has A Relationship في هذا المثال يعني الSendEmail Has A Printer يعني Class الSendEmail عنده Printer وهذا صحيح عنده Field من نوع Printer جميل أعمل Class آخر Add New Class أسمي Upload Upload هذا الClass عنده Method اسمه Upload Image على سبيل المثال هذا المثود وظيفته أن يعمل Upload للإمج هنا عدنا Uploading Image Code بعد ما عملنا Upload للإمج نريد نطبع Message في الكونسول طبعا عدنا الPrinter هذا Print Method هو شغلة أن يطبع Message في الكونسول فنقدر نستخدم هذا مثل ما استخدمنا في SendEmail فأجي هنا أول شي نعمل Private Field Private Read Only Printer Underline Printer C Tour Tab أخذ Object من نوع Printer من الكونستركتور وأعمل Initialize ل Underline Printer وهذا الشكل هذا هو Composition فحاليا هنا عندي الPrint Method مع الPrinter Object Printer Printer Print يعني الPrinter Object عند الPrint Method وهذا يريد مني Message طبعا أكتب Image Uploaded أجي في Program Var Upload يساوي New Upload يريد مني Object من نوع Printer فأكتب New Printer بهذا الشكل Upload Dot Upload Image أعمل Run Program Image Uploaded جميل فهذا هو Composition الخطوة الأولى حتى نستخدم هذا التكنيك يعني نعمل علاقة بين الثاني نعمل Private Field وبعد نعمل Initialize في داخل Constructor ونأخذ Printer Object في هذا المثال من Constructor يعني أي واحد يعمل Object من Send Email لازم يعطينا Printer Object وأيضا في Upload فالUpload والPrinter عدهم علاقة Composition وأيضا Send Email لأن Send Email يحتاج إلى بعض المثود من Printer Class شكرا لكم وأشوفكم في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر